تعيش العشرات من ساكنة مشتة التفاحة التابعة إدارية لبلدية العصفور في وراية الطارف حياة أقل ما يقال عنها كارثية في ظل تواصل معانتهم مع معضلة الطريقة والنقل الذي يبقى حلم العديد من أبنائهم وكذا كبار السن من الساكنة إنها مشتة ظل بامتياز خاصة في مشكلة الطرقات البناء التحتياتحها لا يسفر في أسفل الحظيف الطرقات في فصل الشتاء أولادهم يوصلوا أنهم يتوصلوا لدرجة أنهم يروحوا يكريو الطنوبيلات والإفراد بشي ينقلوا أولادهم إلى المدارس النقل المدرسي من عين جنان للتفاحة لا يوجد وهذه إشكاله الطامة كبرى لم يعانوا مأساة يعني ظل بامتياز لزام فاصل الكتير كومانديراج طرقات لي في حالة كارثية مهترئة جدا 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 نحن هنا نعانيه معاناة شديدة وحنا عنا أولاد صغار يقرأوا من البيئة دعم يكنوا 14 كيلو هنا يجوا في معاناة كبيرة خافوا منذيبة من الحلوف معاناة يعني من ينصفوا لكش هنا سلطات يجوا يعدوك ويروحوا ما مش محسين بنا احنا اللي عايشين هنا اللي يفتع لنا هنا يقل ما يغرب قنت النهار وفي الزيارة ميدانية للمنطقة وجدت العشرات من سكان هذه المشتف حيرة من أمرهم حيث أكدوا لنا بأن الأمر بات لا يطاق في ظل غياب التنمية بالمنطقة وعلى وجه الخصوص النقل الذي يعتبرونها المشكل الرئيسية نطلبوا عين الاعتبار يعني يشوفوا يتولهوا بنا برك هذا وشا نقول نتوله هكي مكي يتولهوا بالشبيبة يتولهوا بكذا نعنا وقالنا ما يجي منها كون يمرض إنسان على 12 تعليل ولا على 10 تعليل تعاني حتى الرئيس وما كانش يعني شبكة الهاتف ما كانش هي إذن معاناة حقيقية لسكان المنطقة تنتظر التفات حقيقية من قبل السلطات المحلية لإنهاء معاناة ظلت تلاحق السمكنة منذ فترة زمنية طويلة